أهلا مشاهدين من جديد محطة رياضية الآن في فقرة رياضة تاسعة مع زميلنا حازم مساء الخير أهلا مساء الخير يا حازم أهلا عبد عزيز يصطديف ملعب كامنو مساء اليوم المباراة المرتقبة بين ناديي برشلونة الإسباني وضيفه يوفينتوس الإيطالي وذلك في ختام مباراة دور المجموعات لدور أبطال أوروبا لكرة القدم ومن المتوقع أن يخوض النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي هذه المباراة منذ البداية بالرغم من أن الفريقين حسمات تأهل إلى دور الستة عشر في البطولة وتحدد نتيجة مباراة اليوم متصدر المجموعة حيث يكفي برشلونة تعادل أو الفوز للحفاظ على المركز الأول بينما يحتاج يوفينتوس للانتصار بفارق أكبر من هدفين من أجل الصدارة أعلن مينو رايولا وكيل أعمال بول بوكبا أن اللاعب الوسط الفرنسي لا يفضل البقاء والتمديد مع النادي الإنجليزي وأنه يجب أن يرحل من منشستر يونايتد في فترة الانتقالات المقبلة وقبل نهاية عقده وقال وكيل الأعمال أن اللاعب يحتاج إلى التغيير وأضاف أن بوكبا غير سعيد في الفترة الحالية ولا يمكنه التعبير عن نفسه وشارك بوكبا المنضم من يوفينتوس الإيطالي في 2016 في ثماني مباريات بالدور الإنجليزي هذا الموسم ودخل التشكيل الأساسية خمسة مرات فقط رفض أنطونيو كونتي مدرب نادي انتر ميلان تكهنات لوسائل إعلام إيطالية عن احتمال حدوث اتفاق من تحت الطاولة في مباراة ريال مدريد الإسباني وبروسيا من شنجلاتباخ الروسي قد يحرم فريقه من التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ووصف كونتي أن هذه التكهنات محبطة ويحتاج نادي انتر ميلان للفوز على ضيفه شاختار في آخر مباراة لهما في المجموعة الثانية ليكون لديه أي فرصة لاحتلال أول مركزين في المجموعة ويتصدر من شنجلاتباخ المجموعة بثماني نقاط يليه ريال مدريد وشاختار بسبع نقاط لكل منهما بينما يملك انتر ميلان خمسة نقاط فقط وأخيرا أكد زيندين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني أنه لا يخشى خسارة منصبه حال إخفاق الفريق في التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يلاقي نادي بروسيا من شنجلاتباخ الروسي يوم الغد وذكر التقارير الصحفية أن زيدان سيفقد منصبه حال إخفاق النادي الإسباني في التأهل لدور الستة عشر لكن المدرب الفرنسي أصر على أن تركيزه الوحيد ينصب على الحصول على النقاط الثلاث أكثر من التفكير في مستقبله مع نادي ريال مدريد كمدرب انتهت رياضة التاسعة والآن عودة من جديد لغوة وعبدالعزيز شكرا لك حازم شكرا حازم من جديد